اخبار اليوم شخزويد ورفح وبعض المناطق والدروب الجبلية بوسط سيناء عن القضاء على 32 فردا من العناصر الارهابية خلال تبادل لاطلاق النيران مع القوات القائمة بالتفتيش والقبض على ستة اخرين من المشتبه بهم وضبط بندقيتين اليتين واخرى قناصة وستة اجولة من مادة نترات النشادر التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة وتدمير سيارتين وخمس دراجات نارية تستخدمها هذه العناصر كذا اكتشاف وتدمير مخزن يحتوي على 80 عبوة ناسفة وتدمير 4000 كيلو جرام من المواد المخدرة تم ضبطها خلال عمليات التمشيط يأتي ذلك في اطار استكمال المرحلة الرئيسية الثالثة من العملية الشاملة حق الشهيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر